أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية تم القبض على أيهان أوزون بتهم التهديد أحد مؤيدين سيلة البالغ من العمر السبعة عشر عاما أيهان أوزون في ورطة في نقاش أجراه على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة أن الشخص على الجانب الآخر كان أقل من ثمانية عشر عاما وضع أيهان أوزون في موقف صعب المهم أصدقائي شاهدوا الفيديو الخاص بنا حتى النهاية لمعرفة تفاصيل الخبر والإعجاب والتعليق على الفيديو الخاص بنا الآن دعونا نذهب إلى تفاصيل الخبر تلقينا أنباء من أحد الصحف التركية تفيد بأن أيهان أوزون ذهب إلى مركز شرطة إسطنبول للإدلاء بأقواله بعد أن هدد أيهان أوزون الصبي أمام عينيه في نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي وتقدمت أسرة الصبي بشكوى ضد أيهان بسبب حادث تطور على النحو التالي أرسل المعجب الشاب بسيلة تورك أغلو رسالة إلى أيهان أوزون وكتب في رسالته إنني لن أشاهد مسلسلاتك أبدا لأنك تهاجم سيلة تورك أغلو دائما وأيهان أوزون غاضبة جدا من هذا الموقف ورد بقصوى شديدة على هذه الرسالة واتهم أيهان أوزون الشخص الآخر بأنه يعاني من مرض عقلي واتهم سيلة تورك أغلو بأنها كاذبة وأكدت الجريدة التركية أن الأمر لم يقف هنا فقط بل وصل إلى تهديد الصبي ويدكر أنه سيلجأ إلى العنف عندما يره وهذا ما جعل الصبي أن يدهر المراسلات إلى عائلته وذهب الصبي وعائلته على الفور إلى مركز الشرطة بصراحة لا يمكننا فهم رد فعل أيهان أوزون تماما لأن الطفل عبر فقط عن رأيه ونظمي يلمز وعصابتها بحاجة إلى إعادة التأهيل ما رأيكم أنتم في هذا الموقف؟ بصراحة سيلة تورك أغلو أخذت موقف صائب بتركها لسلسلة الأمانة لأنها أكيد لن تستطيع التعامل مع كل هاد الأشخاص الظالمون كيف يعقل عفوا أن يقمع أي شخص يريد إعطاء رأيه والطفل أعطى رأيه بصراحة ووصل بيه أوزون الأمر إلى التهديد يجب عليه على نظمي يلمز الذهاب إلى السجن بسبب العنف خارج الموقع الآن أثبت أن هذه هي صفاتهم الحقيقية والطريقة الوحيدة لإنهاء هذه المجموعة هي المقاطعة وعدم مشاهدة أي مسلسلاتهم يعني أي مسلسل يأتي من نظمي يلمز وكرامي يبدو أن الفريق بأكمله ليس لديه أسلوب جيد لهذا السبب يغادرون الممثلون واحد تلو الآخر المهم أصدقائي ومتتبعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء ومعيدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر